مرة أخرى تتصدر هذه التصريحات الأخبار تحديدا في لبنان إن كان ما حصل بين باسيل وحزب الله خلاف ابتزاز أو لا نعرف ماذا قد يسمى على الأقل لبنانيا خلاف أم مجرد ابتزاز سؤال يطرح على حرب المواقف بين رئيس التيار الوطني الحر في لبنان جبران باسيل وميليشيا حزب الله التفاهم مع الحزب على المحك قالها باسيل مستهلا حملة شعارات عن الشراكة والمثاقية ولكن مضمون كلام صهر رئيس الجمهورية السابق ميشيل عون كان كمن يريد التراجع عن تشكيكه في كلام زعيم الميليشيا حسن نصر الله فقبل أيام انتقد باسيل نصر الله من دون أن يسميه حين قال الوعد غير الصادق غامزا من قناة زعيم الميليشيا الذي يلقبه مؤيدوه بالوعد الصادق أما أمس فزعم باسيل أنه لم يقصد بعبارته الساخرة تلك نصر الله صاحب المكان الخاص في قلبه وعقله هذا على حد قوله باسيل لم يكتفي بمحاولة التراجع عن التشكيك في زعيم الميليشيا بل أكد حرفيا أنه لا يسعى إلى مشكلات معه ولا يريد التخلي عن التفاهم بل يتمسك به هنا وبعد تلك الإشارات دخل باسيل في قضية رئاسة الجمهورية إذ أعلن للمرة الأولى رفضه انتخاب قائد الجيش رئيسة كاشفا في الوقت نفسي عن تلقيه وعدا من نصر الله بعدم وصول رئيس للجمهورية خارج خيارات تياره السياسي أمام كل ما تقدم يشكك كثيرون في حقيقة حرب المواقف التي بدأها باسيل بين تياره والميليشيات تخوين تجريح بين جمهوري الفريقين على مواقع التواصل انتهى أخيرا بماذا؟ بشبه اعتذار علني من باسيل لزعيم الميليشيا ولكن يبقى أن ذلك الخلاف وإن كان مركبا فهو قد كشفها شاشة التفاهم القائم بين طرفين على تبادل خدمات سياسية وشخصية